مع اقتراب دخول حظر المشتقات الروسية المكررة المنقولة بحراً حيز التنفيذ يبدو أن القارة العجوز ستدخل في صباق جديد لضمان تلبية احتياجات السوق المشترون يصارعون الوقت لملء سهاريج تخزين النفط الأوروبية بالديزل الروسي لتصل الواردات منذ بداية العام نحو 700 ألف برميل يومياً وهو أعلى مستوى منذ مارس عام 2021 ووفقاً لبلومبرغ استورد الاتحاد الأوروبي قرابة 220 مليون برميل من الديزل الروسي خلال عام 2022 وخلال عام 2021 اعتمد الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على روسيا لتوفير أكثر من نصف الإمدادات المنقولة بحراً إلا أنه بحلول ديسمبر الماضي تراجعت النسبة بنحو 40% تقليص أوروبا من الإمدادات الروسية يرجع الفضل فيه إلى زيادة الإمدادات من المملكة العربية السعودية والهند والولايات المتحدة الصين أيضاً تظهر بقوة في الصورة حيث من المتوقع أن تصبح أهم مورد محتمل للقارة العجوز ومن المتوقع أن تتحمل آسيا والشرق الأوسط معظم صادرات الديزل إلى القارة العجوز بعد تطبيق الحظر ومع ذلك يرى الخبراء أن الرحلة الطويلة وارتفاع الطلب على الناقلات التي تشحن الوقود إلى أوروبا يعني أن أسعار الشحن آخذة في الارتفاع مما يزيد التكلفة على المستهلكين في المقابل تظهر تساؤلات حول مقدرة موسكو على توفير ما يكفي من المشترين الجدد خارج الاتحاد الأوروبي وسط مخاوثاً متزايدة من اختفاء البراميل الروسية بالكامل من السوق العالمية